أعتقد أن نهائي دوري الأبطال الإفريقي بين الزمالك المصري والأهل المصري ستكون مباراة جيدة جدا في كرة القدم فالنادي الأهلي هو أكبر نادي في إفريقيا والزمالك أيضا هو أكبر نادي في مصر وإفريقيا كما أن الأهلي أكبر نادي في مصر وإفريقيا ومن ثم ستكون مباراة كرة قدم مثيرة ومباراة في غاية الصعوبة الجماهير محبطة لعدم حضورها تشجيع فريقها أرى أن المباراة ستكون مباراة تكتيكية وسيتحدد الفائز بعد 90 دقيقة بالتأكيد الفائز هو الأفضل ولكن سيكون نهائي صعب ولا يستطيع أحد التنبؤ بمن سيفوز بالمباراة ولكن بعد مرور 90 دقيقة سيتحدد بالتأكيد الفائز بالمباراة ولكن سيلعب الفريقان بكل طاقتهما ولن تتمكن الجماهير من الحضور بسبب كوفيد 19 لذلك لن تحضر الجماهير إلى ملعب المباراة ولكن على أي حال فإن عدم حضور الجماهير المباراة يقلل من قوة الدربي أتمنى أن يسمح الكاف للجماهير بالدخول لتشجيع فريقها ستكون مباراة مثيرة وصعبة شكرا لكم وتمنياتي بحظ سعيد للأهل وحظ سعيد للزمالك المصري ترجمة نانسي قنقر